السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني اخواتي في هذه النشر الجوية الخاصة بتوقعات حالة التقص بيئة المغرب فان شاء الله سوف نقدم لكم اخر تطورة احوال الجوية بيئة المغرب والمدر المانية ان شاء الله فاولا اخي اختي اذا كنت تشاهدوا القناة لأول مرة فبتربي سلعلك اشترك في القناة وفعل زر الجرس لكي يصلكم جديد فيديوهاتنا ونشراتنا باذن الله ولا تنسوا دعم المقطع بلايك وشكرا لكم مسبقا فيتوقع باذن الله بعد زوال اليوم ان شاء الله وتوقعات الايام القادمة فيتوقع تقدم ونخف الجوي سنرى ان شاء الله اذا كان سيدخل الى المملكة في الايام القادمة سنعطيكم الموضوع المعنية ان شاء الله بالامطار الخير وكذلك العواصف الرادية باذن الله بالنسبة لبعد زوال اليوم ان شاء الله فتكون اجواء مستقرة الى قلية تسعب مع تمام الباطل الزخاش الرادية فوق المرتفعة الاطلس الكبير والمتوسط والجاج الشرقية لكن تبقى متفرقة احيانا أما بالنسبة لباقي الأقاليم الجنوبية لأنك ستكون أجواء مستقر رائعة على العمو بالنسبة ليوم الجمعة فهي توقع بإذن الله ويحتمل كذلك استمرار التقصد غير مستقر محتمال زخة شرادية قوية فألمرج الحيطة والحضر إخواني الأعزاء فقد تكون خطير أحيانا والمناطق المعنية فهي توري تازة بإذن الله وباب برد ووجدة وجرد بإذن الله كيكو خريبقا وكذلك خنيفرة بإذن الله وبن ملال وإيب كيمدن وإيمنتانوت وإيد داود وبعد الزخط قد تصر كذلك حتى تلوين وقلمي لكن تبقى نسبيا ضعيفا في جنوب الشرقية لأملكة أما بالنسبة كذلك اليوم الأحد إن شاء الله فيتوقع استمرار هذه العواصفة الرادية على ردة مناطق من الملكة خصوصا على الشمال الشرقية لأملكة والمرتفعة الأطلس والهيضاب العليا الشرقي على وطاة الحاج وميسوروس كوروم الداز وإفران ومعتركة وكذلك زخط رضي قوية على عطف وكذلك تنفيد بإذن الله وميدلت وكذلك وزلال وزودشي وابن ملال وكذلك زخط رضي قوية على كيمدن وإمنتانوت كذلك بالنسبة ليوم الإثنين بإذن الله فيتوقع بإذن الله تقدم الخفض جو أطلسي بحول الله واستمرار العواصف الرادية والتقصى الغير مستقر ليوم الإثنين فيتوقع بإذن الله دخول العواصف الرادية قوية على الرشدية والريش بإذن الله وبعرفة وبعنان وطاة الحاج وكيكو خنيفرا وميدلت وكذلك وكذلك ورزازات وكذلك زخط رضي قوية على وطاة بإذن الله بنسبة لباقي المناطق الأخرى تستكون أجواء مستقرة إلى قاعدة ساعة بنسبة ليوم الثلاثة إن شاء الله فيتوقع اقتراب كذلك منخفض جو من الملكة كما تلاحظون إخواني الأعزاء كذلك ما استمرار بعض العواصف الرادية فوق المرتفعة الأطلس الكبير والمتوسط بنسبة ليوم الأربعة إن شاء الله فيحتمل بإذن الله كذلك استمرار بعض الزخط المطرية على أقل ميمو كذلك مرتفعة الأطلس الكبير لكن تبقى نسبة ضعيفة ومتفرقة مع واصفة رادية قوية مع تقدمون خفض جو أطلسي سنرى إن شاء الله إذا كانت سيدخل إلى المملكة بنسبة ليوم الخمس إن شاء الله فيتوقع كذلك أن تكون أجواء بدون تغيير كبير بحشبال بعض الزخط الرادية الطعيفة بنسبة ليوم الجمعة إن شاء الله فيتوقع بإذن الله كذلك احتمال دخول كذلك بعض الزخط الرادية القوية على مرتفعة الأطلس والجهة الشرقية وكذلك ألحوذ بإذن الله مع اقتراب من خفض جوي فالتوقع تبقى بعيدة المدى ربما التغير وسوف نعلم بجهة التوقعات الطقس بالمغرب إن شاء الله